السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة المشهد الاول ثم تنتهي القصة فيسدل الستار ثم يرفع الستار من جديد عن مشهد اخر وكأنها كاميرا تقوم بالتقاط الصور في مطلع هذه الصورة مريم يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم كافاء يا عين صاد ما معنى ذلكلام هذه تسمى الحروف المقطعة عندها عدة تأويلات ذكرها العلماء ولكن المتداول بين كبار المفسرين انها حروف ابجدية صيغة بها القرآن الكريم هذا القرآن المعجز الذي تحدى به الله تعالى العرب والعجم وتحدى به الانس والجن على ان يأتوا بصورة من مثله فلن يستطيعوا ابدا انما الصيغة بهذه الحروف الابجدية ولا احد يستطيع ان ينسوا جعل من واليه فقالوا هذا تحدي في نظم القرآن بعضهم قال كلام طويل من اسرار القرآن حتى قال البعض قال لك هذا مفتح سري لاستجابة الدعاء يعني ان كود هذا كود كاف ها يا عين صاد هو ابواب استجابة الدعاء كثيرة جموعة ابواب وهناك باب لما تضع رقما سريا يفتح بامر الله تعالى كما كنا نقرأه عن نحن الصغار في حكاية علي بابا واربعين حرامي لما علم الرقم السري كان يقول افتح يا سمسم فتفتح المغارة ويأخذ منها الدهب والفدة والمرجان هكذا قال بعض اهل العلم بان الله سبحانه وتعالى وضع خزائن ووضع ابواب فيها دعاء مستجاب من طرق الباب قد يفتح له وقد لا يفتح لكنه اذا هدي الى الرقم السري فان الباب سيفتح ويأخذ من الخيرات ما الله بيعلم فقالوا هذه الحروف هي عبارة عن ارقام سرية كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكارية اذ نادى ربه نداء خفية سيدنا محمد لم يكن يعرف من هو زكارية ولم يكن يعرف شيئا عن تقافة اهل الكتاب من اليهود والنصارى ولم يكن يعلم شيئا عن المرسلين الصابقين لقد كان امي لا يقرأ ولا يكتب طول عمره قضاه في رعي الغنم الى ان اكرمه الله تعالى بالرسالة فقال يا ربنا عز وجل يا محمد اذكر وذكرهم بهذه المعلومات ذكر رحمة ربك عبده زكارية ربنا بالرحمة ديالو تكلم على الربوب على الربوب يا ربك والرحمة والعبد بمعنى ان الاجواء اجواء ايمانية زكارية هذا يعيش في اجواء ايمانية في مقام الربوبية وحوله رحمة الله وهو كان يقيم العبودية ذكر رحمة ربك عبده زكارية اذ ناذى ربه نذاء خفية لما دع الله تعالى لم يدعوه امام الملأ كان يختفي كان يذهب بعيدا وكان يغلق الابواب وكان يطفئ المصاحبيه والشموع ويختفي عن الانظار ويبدأ في الدعاء لا يدعو امام الملأ ماذا قال نداء خفية ماذا قال قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيبة ولم اكن بدعائك رب شقية بدأ يصف حالته يا رب انني اصبحت مسنا وهن العظم مني العظم هو اقوى شيء في الجسم اذا وهن العظم ارشاء معنى ان بقية الحواس سوف يصبها الضعف والهزال البصر والسمع والهضم والحركة وكل شيء ماذا ما عظمه قد وهم قال ربي انظر ماذا قال لم يقل يا ربي حتى ادات النداء لم يستعملها مباشرة بينه وبين الخالق ما في واسطة بينه وبين الخالق وما في مسافة حتى لم يقل يا رب يا النداء حدثها قال ربي مباشرة بمعنى انه قريب من الله ويستشعر قرب الله منه قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة رأسه صار ابيض ولحيته بيضاء والتجاعيد في كل جسمه والهزال دب الى كل اوصاله ومع كل هذا قال ولم اكن بدعائك رب شقية يا رب لقد عوتني اذا دعوتك اعطيتني كلما قلت يا رب ارحمني ترحمني وكلما قلت يا رب شافني تشفيني وكلما قلت يا رب ارزقني رزقتني وتعطيني بغير حساب فلم اكن بدعائك رب شقية ثم قال واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي كل ودي المقدمة لكي يطلب طلبا ما هو الطلب الذي يريده زكريا يريد غلم يريد ولد دعونا نحملكم ايها الاحباب الكرام الى الاجواء العامة في هذا المقطع حينما توفي سيدنا موسى بن عمران عليه السلام وقد جاء بالتوراة وخلفه مجموعة من الاتباع من الصالحين من بني اسرائيل من اليهود حملوا هذا الكتاب المقدس وحافظوا على التعاليم لكن فيما بعد بدأ يدخل النقص على الدين عند بني اسرائيل فكان بعضهم يبدل الايات ويحرف الكلمات ويغير الاحكام والبعض الاخر صار همه الاكبر لم يعد يعبد العجل وانما يعبد الدرهم والدنار اصبحوا يعبدون الاموال بعضهم يكتنز مال على مال والبعض الاخر صار همه الاكبر وهو الشهوات والمولدات ولو كانت حراما ففي اهد سيدنا زكريا عليه السلام كان قد دب الفساد في بني اسرائيل وكان هو يقوم بدور الرباني لغبة كان ربانيا فكان يقوم بشؤون المعبد وكان يتعبد حرفته كان نجار سيدنا زكريا كان نجار يقوم صباحا ويداب الى عمله في ورشة ويشتغل بشقاء وتعب ويكسب بعض المال فيأكل شطره ويتصدق بشطره الاخر وحينما ينتهي من عمله يذهب الى الهيكل فيبدأ في قراءة الترانيم ويبدأ في قراءة الاذكار ويبدأ في الابتهال الى الخالق ويعلم الناس الدين الناس لم يعود عندهم اهتمام بالدين في اهد بني اسرائيل في اهد زكريا فكان يترق الابواب ويتجول في الاسواق وفي الاماكن العامة ويدعوهم الى عبدة ربهم لكن لحظة بانه اصبح شيخا هرما واوشك ان يودع قد يموت في اي لحظة من سوف يخلفه على هذه المهمة انه يحافظ على دين نبي الله موسى الكليم عليه السلام قالوا بانه لما نظر في الناس لم يجد هناك بديل ما في هناك شخص يؤتمن من اهل الدين ومن اهل العلم يكون ناصحا ويكون تقيا ويكون زكيا فكان يخاف ان ما تبقى من دين موسى عليه السلام سوف يضيع لهذا كان يقول واني خفت الموالي من ورائي الموالي الذي سيتولون تدبير الشؤون الدينية بعده هؤلاء الموالي رأاهم بانهم فيهم جشع يبحثون عن المال ويتقربون الى الحكام ومستعدين ان يغيروا الاراء والاحكام اذا كانت في مصلحة دنيوية فقال واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولية فهو لم يكن يريد ولدا فقط كما هو عموم الناس كالقوش واحد مولد شوليد يقول لك انه بغت ولدي يحمل اسم دي والتالك تبقى تنقل من جيل الى جيل لمصلحة الدنيوية لكن سيدنا زكريا لم يكن يريد ولدا في هذا السن المتقدم من اجل الدنيا ليحمل اسمه او ليرت يريت امواله لا كان يريد ولدا لكي يعلمه الدين ويعلمه اليقين ويرث منه علم النبوة ليس علوم الدنيا وليس المال الفاني بل علوم الدين لانها امانة في عنقه لا بد ان يبلغها المشكلة ان زكريا زوجته وتسمى حنة وكانت صالحة وكانت تقية وهي خالة السيدة مريم ام عيسى عليه السلام خالتها كانت دائما كثيرة الذكر وكثيرة العبادة ويقال بانها مرة استيخدت في الفجر تناجي ربها فوجدت على شباك شباك نافدة ديالها عش فيه وحد طير صغير طير اباض بيضة فرخة وجاء اولاد صغار وتعجبت قال يا رب هذه الفرخة اعطيتها اولاد صغار وانا امتك وانا التي اضل بالليل والنهر بين يديك اكرمني كما اكرمتها فقد فهب لي من لدنك ولي يريثني ويرث من اال يعقوب يعني يريد ان يريث التعاليم الدينية التي تركها اال يعقوب ويعقوب هو ابن من درية ابراهيم الخليل عليه السلام وجعله ربي رضية قال يا ربي جعله فيه الرضا فيه الامان وفيه الصلاح لماذا تقل كل هذا الدعاء زكريا حتى هذا السن قيل لانه كان يتردد على السيدة مريم العذراء وسوف نأتي الى مريم فيما بعد القرآن الكريم سيقص على هذه القصة اولا للزكريا ويحيى لان فيها واحد معجزة لكن فيما بعد سيرتفع بنا الى الاعلى ليخبرنا عن معجزة اكبر كان سيدنا زكريا يعبد ويتق الله ومسم ويظن انه الافضل فاذا به يفاجأ بان السيدة مريم وهي شابة عمره 17-18 سنة كثيرة العبادة وكثيرة الابتهال وجد بان مريم لا تكاد تفارق المحرب مريم كثيرة العبادة وكان يأتيها الطعام الطعام الذي هو في الصيف يأتيه في الشتاء وطعام الشتاء يأتيه في الصيف والخير متدفق عليها فتعجب قال يا رب كيف ان هذه صبية وتعبدك وعطيتك لدي الخيرات وانا كبير فصار زكريا يشدد في الدعاء ولا يكاد يفارق المحرب وجد بان اهم مكان ينبغي ان يتواجد فيه العبد المؤمن وهو المحرب المحرب هو مكان العبادة فالسيدة مريم العذراء كانت خادمة للهيكل المعبد الكبير الرباني الذي كانت تخدمه كتنضفه وكتنقه وحينما تنتهي تدبع الهيكل الى المحرب للدعاء هنا زكريا عليه السلام سوف يفطن بانه سيكثر من وقته في المحرب ماذا جبه الله تعالى يا زكريا لما رفع زكريا دعاءه الى السماء وصل لقد وصل الدعاء وصلتنا الرسالة وصلنا الابتهال الان رب العزة سوف يجيب هذا العبد فقال يا زكريا نداه انا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية جاءت البشارة الله سبحانه وتعالى رحيم الله تعالى لطيف بالعباد قطعا من سأله يعطيه الا من في قلبه شك او من في قلبه تدبدب اما اصحاب اليقين فانهم يعلمون قطعا بان الله تعالى اذا دعوته اعطاك واذا اعطاك ادهشك فقال يا زكريا انا نبشرك بشارة بغلام اسمه يحيا كان بالامكان ان يكون بنتا ولكن البنت لا تقوم بوظائف المعبد لان المعابد من وظيفة الرجال هناك اختصاص المرأة لا تقوم بوظيفة المعبد لماذا لان قد يأتيها ضم الحيض وتبقى مدة طويلة بدون صلة او تأتيها الحمل والنفاس والوضع ولا يمكن ان تقوم بالعبادة الرجل دائما طاهر يكفي انه يفرغ عليه ذنوبا من ماء حتى ولو كان جنوبا فيطهر في الفور ويصلي بالناس فتمنى على الله ان يعطيه ولد فاعطاه الله الولد ان نبشرك بغلام اسمه يحيا لماذا سمه يحيا قال لكي يحيي به الدين الذي كاد ان يندرس من بني اسرائيل الدين الذي جاء به موسى عليه السلام كاد ان يختفي ويموت ويقل فسوف يأتي يحيا ليحيي الايمان في القلوب ويحيي الايمان في النفوس ويحيي الايمان في الواقع ثم انه حي باخلاقه وبسلوكه وباستقامته وحي بافكاره النيرة افكار نورانية افكار ربانية سمه يحيا اسمه يحيا لم نجعل له من قبل السامية هذا الاسم لم يكن قطعا قبل هذا الزمن هذا الاسم طاهر واسم رباني وربنا الذي اختاره كما ان محمد محمد لم يكن ابدا في التاريخ اول من تسمى محمد هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ومن ثم صار هذا الاسم الان هو الاكتر في العالم حتى في بريطانيا وفي الهند والباكستان والبانجلادش وفي افريقيا وامريكا الاسم المتداول اكتر في العالم هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم فلما بشر ربنا عز وجل زكارية بهذا الغلام ماذا قال قال ربي انا يكون لغلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية هنا سيدنا زكريا قد يصل مقام للواقع قد ينزل الواقع هل الواقع والمنطق والعلم والاعراف والتقاليد هل تقتضي بان انسان عمره تسعة وتسعين سنة وزوجته عمرها تمانية وتسعين سنة وكانت عاقر ذهبت عنها دم الحيب اكتر من خمسين سنة ذهبت ما عندها دم الحيب وهو رجل صار شعره ابيض اشتعل شيبة وعظمه صار هشا وهنا وظهره احدودب ولم تعد له قوة هل يصير له غلام فتعجب فاجبه الله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ربنا اجابه يا زكريا انتبه انت لست كعامة الناس عامة الناس من العلمانيين او العلمانيين الذين يؤمنون فقط بالماديات ويؤمنون فقط بالضواهر هؤلاء قوم اتركهم للواقع انت شخص في اعلى الواقع انت رباني انت نوراني انت روحاني انت ايماني فانت يا زكريا عليك ان تؤمن بان القوانين انما وضعها الله تعالى لعموم الناس وهو سبحانه وتعالى قادر ان يخرقها ويأتي بالكرامات وبالمعجزات وكل شيء عليه هيئ سهل امره بين الكاف والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي اية اريد اية اريد علامة وهذه الاية معنها ان الصالحين دائما اطلبوا من الله تعالى واحد العلامة تؤكد لهم هذه العزيمة كما وقع لسيدنا ابراهيم الخليل لما قال يا ربي ارني كيف تحيي الموتى قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي المفسرون قال لك بان العبد ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين قال للعالمة قد شوف الليلة اش نيل علامة الله تعالى قال ايتك ان لا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية في اية اخرى قال لي الا رمزة فالذي وقع له ديك الليلة ذهب له صوته ما بقاش عنده قدر على الكلام نذرت للرحمن صومة فلن اكلم اليوم انسية ليس انه رفض الكلام لا هو انقطع عنه الكلام اذا ارد ان يسبح ويحمد ربه ويتني عليه فان اللسان ينطلق ولكن اذا ارد ان يتكلم مع الناس لا يستطيع لسانه قد قد صر كأنه اخرص حتى ولو حاول اللسان لا يتكلم ربنا ابطأ واطفأ نور اللسان فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوه بكرة وعشية من اين خرج يحيى او زكريا من اين خرج خرج من المحراب بمعنى انه صار ملازما للمحراب المحراب هو المكان دي التعبد في المسجد يلقى المكان يدخل للامام لكي يصلى بالناس صلوات الخمس يلقى هو في الداخل هذا يسمى المحراب وعند اليهود وعند النصرى كان عندهم الهيكل والرباني لغبة يكون عنده مكان خاص به يكون في المقدمة هو الذي يصلي بالناس ويعلمهم احكام دينهم فكان في المقدمة يتعبد فكان يخرج من المحراب ويعود للمحراب ليس لو زهد في الدنيا طلق الدنيا ولماذا يضيع وقته في البحث عن الدنيا وقد اعطاه الله كل شيء وبشره بيدا الغلام فكان لا يتكلم الا في حالة واحدة ان يأمر الناس بالتسبيح والتكبير والحمد لله في كل وقت بكرة وعشية فاوحى اليهم اوحى يعني غير رمزة لم يقل كلاما ولكن قلب الرمز والاشارة فاوحى اليهم الى قومه لكانوا مشهورين بالتجارة وبالشؤون الدنيا اياكم ان تنسوا التسبيح والتكبير لله سبحوه بكرة وعشية هنا القرآن الكريم على عادته سوف ينتقل بالمشاهد من هذا المشهد وزكريا يتكلم وكأن السطر قد اغلق ومرت السنوات متل او الشهور متل البرق ورفع السطر من جديد فيقول الله تعالى يا يحيى خذ الكثاب بقوة يعني هناك نقعة حدف معنى ان المرأة العاقر قد اصابها الحمل واستمر تسع شهور وانتهى الالم وجاء المخاض ثم وضعت يحيى ثم ارضعته ثم صار صبيا هنا يحيى وهو صبي عليه علامة النبوة وهو صبي كما وقع لداود مع سليمان سيدنا داود سيرى علامة النبوة في ابنه سليمان وهو صبي هكذا سيقع لزكريا مع ابنه يا يحيى خذ الكثاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ربنا عز وجل سيأمر يحيى وهو صبي بان يأخذ بالكتاب اي كتاب هذا انه التوراة التوراة المنسوبة الى سيدنا موسى عليه السلام كانت دي الساعة كانت بدأت تتلاشى في بعض اطرافها والنسر يهملونها فامره بان يأخذها ليس اخذا عاديا لا قال يأخذ الكتاب بقوة القوة كلام الله ينبغي ان يأخذ بقوة ولا يهمك قول القائلين ولا يهمك عتاب المعاتبين ولا يهمك اي كلام من الاخرين ان تأخذ كتاب الله بقوة هذه وصية كان يوصي بها اللوت اليهود ويوصي بها الله النصارى واوصى بها امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هو في الحقيقة موجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانت يقول له يا محمد اننا قص عليك قصص هؤلاء الانبياء لكي لكي تأخذ العبر منهم ولكي تسير على طريقهم المستقيم وبالتالي لنا جميعا نحن أمة لا إله إلا الله مطالبين هذا الكلام كما هو موجه ليحيا ولزكريا موجه لنا جميعا كل واحد منا ذكر أو أنت كبير أو صغير راعي أو راعية كلنا سواء يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا هنا ربنا عز وجل سي تحدث عن المؤهلات زكريا سوف يختاره الله ويستفيه ويعطيه يحيا ويحيا سوف يهبه الله تعالى عدة صفات عظيمة لأن من اختارهم الله للدعوة واختارهم الله للتبليغ فإن الله تعالى يستفيهم ويعطيهم مؤهلات وهذه المؤهلات مساعدة على التبليغ فأول شيء أعطاه الله تعالى قال آتيناه الحكم صبي الحكم يعني أنه يشعر بأنه غير محتاج للآخرين هذا معنى الحكم أنه عنده حكمة بالغة عنده معرفة عنده نور من الله تعالى وعنده استقلال كامل عن الآخرين لا يحتاج إلى أحد يقول له غير أو بدل أعطيك أو أنقصك أو أعطيك ميزانية أو أعطيك سيارة أو أعطيك مرتبة لا يهمه شيء من ذلك لأن سيدنا يحيا ماذا كان يملك سيدنا يحيا كان يلبس لباس الوبر لأنه تزامن مع سيدنا المسيح عيسى بن مريم إن شاء الله غدا تتمت القصة عن عيسى بن مريم فزكريا لما ولد كان جميل أعطاه الله صورة جميلة جدا وهذا شكل الأنبياء الأنبياء كلهم أعطاهم الله صورة وجه صبوح ووجه متسامح تقاسيم الوجه عند الأنبياء جميعهم متسامحين ترى عندهم نظرة عيونهم فيها حنان ودائما النبي من علامته أنه يكون مبتسما دائما مبتسم ومن علامة النبي عنده صوت جهوري قوي ومن علامة النبي أنه لا يتدلل للخلق لأنه لا يحتاج يعيش بالقليل سيدنا زكريا كان يعيش على شضف العيش وكثيرا ما كان ليه الطعام فيأكل العشب كما تأكل الأنعام حتى كان يرى بطنه أخضرا يعيش على الأعشاب وعلى البقول في الأرض وكان يلبس الوبر وكان زميله في الحركة هو عيسى بن مريم كان أسعر منه بتلات سنوات كان عيسى يلبس الصوف لكن زكريا كان يلبس الوبر ولم يكن عنده لا درهم ولا دينار ولم تكن عنده أمة ولا عبد ولم يكن عنده مركب بل لم يكن عنده مأوى عيسى بن مريم ويحيى لم يكن لديه ما مأوى ما عنده لا سكان احتبر ركا ما عندهش فكان يسير في الأرض وحيث ما جن عليه الليل ينام إما تحت ضل شجرة أو تحت ضل حائط ويعيش بالبساطة فربنا قال عنه آتيناه الحكم الحكمة نبو صبية أطالى العلم النوراني هناك المعرفة وهناك الحكمة المعرفة الآن موجودة على صفحة الأنترنت المعلومات على قرعة الطريق لابغى إلقاها لكن الحكمة أين تجدها ما هي المعلومات الحكمة شيء آخر حسن التدبير ونور الفهم وحسن التنزيل آتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا في الحنان من علامة الأنبياء ومن علامة الدعاة والعلماء كتقى في الحنان لشته عند القوة وعند العنف حرم من رحمة الله من علامة الأنبياء والصالحين والعلماء والدعاة فيهم الحنان وحنانا من لدنا يعطف هذا الجميع يعطف على الكبير الصغير وخي يكون مخطئ يجيه وحد سكير شبعان خمر ويأخذه إلى صدره ويطبطب عليه ويقول ربي يغفر لي ولك القمراء ربما زانية فينظر إليها برحمة ويقول لعل الله تلا يتوب علينا وعليك دائما ينظر إلى الخلق بالرحمة مثل الأم برضيعها وحنانا من لدنه وزكاة يعني مزكا صافي نقي بحلم المزكا كان حيد بن الخبت المال شنين الزكاة دي المال المال في الخبت كان حيدوه يبقى هذا الطاهر هكذا الجسم والنفس المزكاة وحنانا من لدنه وزكاة وكان تقيا في التقوى كان يخاف الله كان يخشى الله كان لا يوجد في مكان ربنا نهاه عنه ولا يفتقده في مكان ربنا أمره بأن يكون فيه فكان تقيا وبرا بوالديه كان عنده علاقة بر عظيمة مع الوالدين أبوه زكريا وأمه حنة كان مسنين فكان برا بهما إذا دخل يقبل اليدين ويقبل الرأس بل ويقبل القدمين وإذا وضع طبق الطعام كان يتراجع إلى الوراء لا يريد أن يأكل كانت أمك تقول لي كل ولدي مليكي بغي يأكل يخشى أن تمتد يده إلى لقمة كانت أمه أو أبوه يريد أن يأخذها فكان يمتنع وإذا تكلم مع أبي وأمه كانت عيناه في الأرض لا ينظر إليه في عيونهم وإذا تكلم صوته منخفض حتى إن أباه ظنه ظنه أنه أخرس لا يتكلم في حضرة أمه وأبيه احتراما وتقديرا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا لم يكن جبار ظالم ولم يكن عصي يعني معاند لش جي عصي وجبار عرفوا بأنه عاق لوالديه لكم أن تنظروا في الناس حولكم كل من رأيتهم عاقا وكل من رأيتهم كل من رأيته جبار وشق في المعاملة بين الناس بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا هذه الصفات هي صفات ومؤهلات لكل من أراد أن يقوم بالإصلاح الديني ومن أراد أن يقوم بتدبير الشأن الديني لأنه علاقة بين الخالق وبين المخلوقين لا بد أن يتصف بمثل هذه الصفات يكون في الحنان ويكون نفسه زاكية بعيد عن المحرمات والشبهات ويكون تقي ويكون خصوصا بارا بوالديه لأن كل من أسائل والديه لا يلتمس منه الخير ثم يتجنب أن يكون جبار أنه يتعامل مع الناس بالعنف وبالإكراه جبارا عصيا أنه يكون عنيد أبدا سيدنا زكريا ظل هكذا كثير العبادة وكثير الذكر وكان يوصي الناس كان يخرج إلى الشارع العام ويقول أيها الناس لقد أوصاني ربي بخمس كلمات طلب مني أن أقوم بها وأمرني أن أبلغها إليكم فكان يجتمع حوله الشعب من بني إسرائيل من اليهود يجتمعون حوله فيقولون له ماذا قال ربك كان يقول لهم لقد أمرني بالصلاة فكان عنده صلاة في العشي والإبكار في الصباح الباكر وفي العشي هناك ساعة صباحا وساعة مساءا كلها في المحراب للذكر والدعاء وأمرني أمرني أولا أن تقل الأمر الأول ما هو الكلمة الأولى أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا الأمر الأول الذي كان يدعو إلي زكريا أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا الأمر الثاني أن تحافظوا على صلاواتكم والأمر الثاني أن تعطوا صدقات أموالكم والأمر الثالث أن تذكروا الله في كل وقت وحين والأمر الخامس أن ذلك فيه حسن من الشيطان الرجيم يظل زكريا هكذا وأبوه يحيى كان يفتخر به لأنه رأى فيه ما كان يتمنى أن ربنا عز وجل اشتباه واصطفاه وجعله من الصالحين والأبرار والأخيار فكان قلبه مطمئن بأن أمر الدين سوف يكون بيد يحيى من خلفه لكنه لم يكن يعلم بأن يحيى سوف يقتل كان يحيى يفتي الناس وكان يذهب إلى الأماكن العامة ويفتي وهذا الأمر يتسمى بالأمر بالمعروف هو أنه يعني المنكر كان أيام زمان عند اليهود من بني إسرائيل كان يدب إلى الأماكن العامة وينصح على الناس وبعضهم كان يعجبه كلامه لكن البعض الكثير كان يرفض ويأبى أن يستمع إلى كلامه وتوجيهاته فكان أبوه زكريا يخشى عليه يقولي يا بني إني أخاف أنك أن تعدى لأن هناك من سوف يؤديك لا يعجبه كلامك ويضم بأن تدخل في شؤونه فكان زكريا يجيب لقد أمرني ربي أن أخذ الكتاب بقوة فكان لا يتساهل ولا يتسامح في دين الله سبحانه وتعالى حتى أنه تلقى آدى كثير والشتائم كثيرة لكنه كان مستغني لا يهمه كلام الناس الناس عادة يحبون المال حبا جمع ويحبون المناصب هو طلقها لا علاقة لو بالمال ولا بالمناصب يعيش على عشب الأرض ويلبس الوبر ويسير حافي القدمين وعنده عكاز يستند إليه ويدق به الأرض ويقول يا أرض افتحي أبوابك إني قادم ولكنه لا تأخذ في الله لومة لأم مرة افتقده أبوه زكريا ثلاثة أيام لم يجده صار يسأل عنه هنا وهناك لا خبر ليحيا الأب خشي على ابنه فتار يبحث عنه إلى أن وجده قد حفر حفرة مثل القبر ونم فيها وهو يبكي فإذا بزكريا يجدب ابنه من الحفرة من القبر ويعنقه ويقول يا ابني لما كل هذا الحال حفرت حفرة مثل القبر ونزلت فيها وتبكي هذا البكاء قال يا أبتي ألست أنت الذي أخبرتني أنه ما بين الدنيا والجنة والنار حفرة من نجى منها فقد فاز فوزا عظيمة وهي القبر قال لي بلى قلتها قال يا أبتي ألست أنت الذي قلت لي بأن النجاة منه هو البكاء فقال أي نعم يا بني فقال أنا عند وصيتك فصار زكريا يبكي وابنه يبكي وتعانق وبكي بكاء شديدا حتى إن سيدنا يحيى كان عنده جداول في عينيه من شدة البكاء ارتسمت خدود وجداول على خديه سوداء من شدة البكاء وصار هكذا زكريا وأبوه يحيى أبوه هكذا سر يحيى وأبوه زكريا يفتخر به لكن زكريا لم يتزوج وعمره كان قصير وسوف يقتل من قتله قتله الحاكم كان هناك ملك في فلسطين يسمى هيرودوس هذه الأحداث مرت في فلسطين وسوريا والعراق هنا مرة هذه الأحداث هيرودوس كان حاكما وكان ملكا وكان بين الفين والأخرى كإصدار قرارات في المجتمع فكان يحيى يتصدى لها ويقول هذا القرار مخالف للتعانيم الدينية لا ينبغى أن يكون أي قرار عنده علاقة بالمواطنة لابد أن يكون متفقا مع المبادئ والمقاصد الدينية العامة وإذا كان مستضما معها فهو مرفوض وكان سيدنا يحيى كلمته مسموعة والناس يتبعونه عنده محبين وعنده موردين فكان ذلك الملك كان يعطيه اعتبار لكن حدث وهو أن الملك كان عنده بنت وأخيه بنت وأخيه كانت شابة جميلة لكن كانت فاصقة في الأول لما رأت يحيى يتكلم بين الناس وهو شاب وضيع الوجه وجميل الشكل أعجبها فأردت أن تراوده عن نفسها لكن سيدنا يحيى رفض لأن ربنا عز وجل لمنع النساء سيدا وحصورا حصورا يعني حصره عن النساء وعطاه السيادة السيادة كنقول سيدنا محمد بعض الناس يستؤون يحيى ربنا يقول سيدا وحصورا سيدا التسيد ليس عيبا لأهل الاحترام وأهل التقدير وسيدنا محمد وأولى من نقول سيدنا فربنا قال وسيدا وحصورا حصروا على النساء هذه المرأة الشاب الجميل الفاتنة أعجبها يحيى وراودته عن نفسها لكنه أبا وكان الملك هيرودوس لهو عمها وهي بنت أخيه كان معجبا بها فأراد أن يتزوجها لكن خص إقرار بالزوج فسأل يحيى وكان رجل عنده سمعة بين الناس رغم فقير لكن ما عنده سلطة دنيوية ما عنده سلطة دنيوية هناك سلطة دينية لابد أن نميز بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية فهو فقير معدم لكن كلمته تسوي مئة رجل أراد أن يأخذ هذا الكلام والإفتاء من يحيى قال لي يحيى استدعوا لقصره قال لي هل لك أن تفتيني بجواز أن أتزوج ببنت أخي فقال له لا يمكن شريعتنا اليهودية تمنى منعا كليا الزواج بالمحارم حتى في القرآن عندنا حرمت عليكم أماتكم وأخواتكم ومناتكم وعماتكم إلى آخر الآية المحرمات من النساء حرام تزوج معهم وهي الشريعة جميع الأنبياء فقال له القليحل وغانتهى الله فيك وغانتهى الله في الدعوة ديالك وغانتهى الله في الموريدين ديالك ونبليلك زاوية ونطئك كذا ونطئك كذا فبدأ يحيى يفكر فقال لي إذا أردت أن أجيبك لابد أن تجمع الناس في مكان عام ثم أجيبك فقال لي سأفعل الملك أمر وزيره ونظم لقاء كبير وجمع الناس والأعيان وعموم الشعب وكان حاضرا معه فقال لي قل لي كان يضن الملك بأن يحيى سيفتنه بالجواز لكنه قال له أمام الملأ وبصوت مرتفع قال هذا أمر حرام 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 ولا ينبغي أن يقع تماما الملك صدم هيرودوس صدم ماذا يفعل لا يستطيع أن يغير ذا الحكم لأنه إن غيره فإن الشعب سوف ينقلب عليه ويتهمه بالباطل ماذا يفعل ترك يحيى فلما بلغ الخبر لابنة أخيه شعرت بالحقد والكراهية ضد يحيى والغيض الشديد فقالت له ويعشقة صارت قالت له أنا سأزوجك نفسي سأهبك نفسي وسأرقص لك بالليل والنهار وأنت تسكب الخمر وسأفعل بك متى شاء لكن لابد أن تعطيني مهري فقال الملك أطلبي متى شاءين أعطيك الدغب وأعطيك الفضة واللؤلؤ والمرجان أطلبي متى شاءين قالت له قالت له إن مهري غالي جدا قال أطلبي أي مهر تريدين قالت له مهري رأس يحيى تأتيني برأسه فالملك قال هذا أمر شاق يحيى معروف عند الشعب وعنده مكان عند الناس فإذا قمت بعملك هذا سوف يجر علي الوبال فبدأت هذه الفتاة تقوم بحركات فيها إغراء حتى ذهب عقل الملك وأمر حراسه وقال لهم إيتوني بيحيى وإذا وجدتموه اضربوا عنقه واتوا به قصة وفات يحيى جاءت في الحديث أن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسراء والمعراج وصعد في السماوات العلاء التقى مع سيدنا زكريا في السماء الرابعة فقال يا زكريا حدثني كيف كيف مات ابنك يحيى وكيف مدت أنت يا زكريا فروله هذه القصة قال بأن بأن الملك أمر الحراس بتلقف يحيى والقبض عليه ثم يقطع رأسه ويأتو به في طست من ذهب هدية ومهرا لعشقته فعلا هذا الذي وقع في تلك الليلة كان القبض قد تم على يحيى وتم قطع رأسه وسال دمه الطاهر الزكي وجئ بالرأس في طست من ذهب وقدم للملك هردوس وصارت العشيقة ترقص أمام الخمر والموسيقات ووقع الذي وقع فسيدنا زكريا شعر ببكاء شديد وهم مستطير قال يا رب هذا الابن الذي كنت أتمنى أن تعطيه لي هذا الابن الذي دللت أنا وزوجتي حنة نبكي بالليل والنهار وأقول لك يا رب لقد اشتعل الرأس شيبة وهنا العضم مني أعطيني غلام فقد أعطيته لي وفرحت به وكنت أتمنى أن يكون من بعد يحفظ دين الآباء والأجداد ويحفظ دين موسى بن عمران الآن وقد قتلوه فبدأ يبكي زكريا ودعوة النبي مستجابة فدعى عليهم بالسوء سيدنا زكريا فلما دعى بالسوء تلك الأيام القلاق ماذا الذي وقع وهو أنه زلزلت الأرض بالملك هيرودوس وبمن حوله فكانت الجدران تتساقط من قلعته وكانت البنايات كلها تزلزل فدمر الله تعالى بنيانه أتباعوا الملك هيرودوس قالوا إن زكريا استعان بإلهه فدمر ملكنا تعالوا نحن نستعين بجندنا فندمر زكريا فأصدروا قرارا بقتل زكريا قتلوا الإبن الآن يقتلون الأب وكلاهما نبيين من أنبياء بني إسرائيل فلما بلغ الخبر زكريا فر هاربا وتبعوه الجيوش وكان يذهب إلى الغابة ويبحث عن مكان يختفي ما في مكان إلى الأشجار فوجد شجرة مباركة فإذا به بدأ يناجي ربه سبحانه وتعالى فنادته الشجرة هكذا جاء في الرواية هكذا جاء في الرواية قتله ليس لك مكان تختفي فيه تعالى وادخل داخل جدعي لأن كل المنطق أشجار والجيوش أحاطوا بالغابة من كل مكان لا يمكن أن يفر وهو شيخ هارب الشجرة مباركة قالت له ادخل ادخل في جدعي فبدأ سيدنا زكريا يدخل ويقتحم جدع الشجرة فجاء إبليس جاء إبليس وتبعه وكان يريهم آتاره ليقتفوها فلما دخل في الشجرة أمسك بتيابه بتلابيب تيابه مؤخرة التياب أمسك بها إبليس والتياب لم يدخل للشجرة بقية التياب وحد القبضة ما زال خارج الشجرة فلما جاء الناس إبليس تمثل في صورة رجل وقال للجيوش إن زكريا بالداخل الشجرة فقالوا له أتسهر منا يا رجل أنت الغريب فقال نعم لا أسهر وإنما زكريا هنا داخل الشجرة وانظروا إلى بقية ثيابه لازلت عالقة لم تدخل أمسكت بها فقالوا الجيوش ماذا نفعل بزكريا هل نحرق الشجرة فيحترق معها فقال إبليس لا بل شقوها بالمنشار فجاءوا بمنشار وشقوها أجزاء متعددة وشق زكريا عليه السلام شق أطرافا متعددة فكان ربنا عز وجل يعيب على هؤلاء القوم أنهم يقتلون أنبياءهم قتلوا يحيا وقتلوا زكريا في الختام قال ربنا عز وجل يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان ثقية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فقال العلماء هذه مشروعية الاحتفال بيوم مولده كما يفعل أتباعه وسلام علي يوم ولد أو يوم ولد ذكرت مرتين في عهد عيسى بن مريم وفي عهد يحيا لأن زكريا ويحيا يحيا وعيسى كان قارينين فقالوا هدي في أجواز أننا أنهم يحتفلون بذكره ويدكرون سيرته العطرة يوم ولد ويوم يموت حتى يوم موته يذكرونه ويوم يبعث حيا هكذا كانت قصة هذه العائلة من بني إسرائيل عائلة يهودية بامتياز لكنها مؤمنة وموحدة لله وحده لا شريك له قصها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكي يخبرهم معاناة الأنبياء السابقين ويخبره بجدهم والشهادهم وثباثهم على الحق وأيضا يخبره ربه سبحانه وتعالى بأنه قادر على الخلق مباشرة سيذكر الله تعالى بعدها واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهل مكان شرقية سيتحدث عن مريم وولت عيسى بن مريم نرجعها إلى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى أسأل الله تعالى أن يعم علينا الأمن والأمان والسلم والسلام فذكرنا هذه القصة والعالم يحتفي بدخول العالم الجديد وميلاد عيسى بن مريم وأحسن طريقا الإحتفال هو أن نبحث في كنوز الكتاب والسنة عن حياة العلماء السابقين وحياة الأنبياء والمرسلين وتكون مفتاحا لنا لكي نعرف حقائق غريبة ثم نبني حاضرنا ومستقبلنا على ضوء الكتاب والسنة نسأل الله تعالى أن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام في العالم بأسره لأن الأنبياء كلهم إخوة الأنبياء كلهم إخوة والدين واحد والرب واحد والخلق كلهم من آدم وتراب اللهم يا رب أعم علينا الأمن والأمان والسلم والسلام بين كل الأديان وفي كل ربوع العالم قلوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة